يبقى شكل العصب تبقى عبارة عن ألياف عاملة زي سلك الكهرباء كده ألياف في النص معادي احنا شايفين كذا في كونكتف تيشو أو في تيشو موجود ده بيبقى مش نسيق عصبي في النص ولكن النسيق العصبي اللي احنا ما يبقى شايفين كذا فايبر موجود وبيعادي في النص منتصفه ضفيرة عصبي فده ضفيرة العصبي تعتك ده احنا هنشوف ضفيرة اكتر في الصورة اللاحقة هنلاقي فيها بدل ما هي وحدة لأ ده دفيرة كاملة يعني عصب كامل ما عدي فيه كذا حاجة وحنا لو شوفنا كده باللون الاحمر هنلاقي فيه حاجة حمراء وحاجة زرقاء الحاجة الحمراء والحاجة زرقاء ده ده العوعية الدموية اللي بتغذي العصب فالنسيق اللي في النص ده اللي انا بقول اللي في النص ده هو ده النسيق اللي بياخد التغذية عشان ينقلها ل sponsor فبالتالي على قد ما يكون الدورة الدموية بتاعته سليمة رايح وجاي سليمة على قد ما هيكون بياخد تغزية سليمة يعني حتى ياخد تغزية سليمة وبيوصل كل الكمبونطس وخصة satan vitamin b و b e 12 اللي هو في منتهى الأهمية عشان العصب يكون بياخد التغزية بتاعته كويسة ويكون ما فيش أي أمراض للأوعية الدموية فبقى العصب بياخد التغزية سليمة فيبدأ العصب ده يبدأ الصحيح لما بتحصل بقى إصابة ده ما مش مرض بيتبقى إصابة فبتبقى إصابة سواء كانت خبطة فيه أو إصابة فيه مباشرة بس ما تقطعش العصب ده اللي أنا شرحته من شوية قلت إنه هو ثلاث أنواع العصب ممكن يكون سليم وممكن يكون من جول الألياف مقطوع ولكن اللي حوالي ده كله سليم وممكن يكون كله تقطع ده بيختلف معنا في إيه في إسلوب العلاج فالتأسيمة دي مهمة قوي بنعتمد عليها عشان نحدد إسلوب العلاج إحنا زي ما اتفقنا إن الأعصاب بتدي إحساس وبتغذي عضلات فالعصب الكبير اللي بيبقى لسه خارج من النخاع ده رايح عشان يغذي يتحد مع برضو روتس أخرى عشان يعمل عصب كبير عشان يتجه مثلا إلى طرف علوي أو الطرف السفلي عشان يغذي عضلات ويغذي أعصاب إذا كان في الإصابة دي حاجة فيها أعصاب وعضلات هتؤدي إلى أعراض فيها اختلال بالإحساس واختلال بالكوة العضلية على حسب بقى درجة الإصابة دي إذا كانت إصابة ضفيرة كبيرة عصب كبير يبقى الإختلال هيكون كبير فبالتالي لو كان العصب ده حاجة صغيرة هيكون الإختلال بسيط أحيانا تكون الإصابة جاية في عصب واحد صغير بعدما الضفيرة العصبية مش بدأت تعمل توزيعات فعصب رايح يدي منطقة معينة في الجلد العصب ده يحصل له إصابة تبقى المنطقة دي حقيقة اللي هتحصل فيها لو كان أطع كامل هيبقى يفكد الإحساس لو كان مجرد ضغط بس كده وحاجة بسيطة أو في مرض جاي في العصب ده اختلال في العصب ده بسيط هتؤدي إلى مثلا ألم يعني العصب بيتقلم فبيبدأ يعمل إشارات فالإنسان يحس بالألم أو يكون فيه ضغط شوية فيحس بتخدير يعني مش حاسس قوي أو يحس بتنميل شكشكة يقول أنا أحاسس بشكشكة فعشان كده نقدر نفهم أن موضوع التنميل والشكشكة والألم وأحيانا لو كان عصب رايح لعضلة بيؤدي لعضلة ضعيفة ممكن الإنسان مش هيقول أنا عضلتي ضعيفة مش هيعرف ولكن لو واحد مثلا ناشي وعنده عضلات ضعيفة هيحصل فيه اختلال في المشي مثلا ولو كان واحد بيشتغل بإيده هيحصل اختلال فيه قوة مش قادر يفتح مش قادر يرفع فبالتالي بيبقى فيه اختلال في القوة العضلية احنا طبعا بتكشف وبعد شوية هقول لكم العلاج بيتم ازاي الأول بنكشف ازاي وبعدين بنعالج ازاي ترجمة نانسي قنقر